نتياته مع الزمالك قلقت الناس كلها حتى احنا كمتابعين قلنا الراجل لا بيعمل ايه ايو الناس بدأت تكلم الفريق ويأموره صعبة فمش محتاج تعمل ثورة فنية فمحتاج تبقى الأمور هادية وبعد كده النتائج طلعت انت في الأول كنت قلقاً حسيت برضه ان السوريو كده مش هيكمل لا انا بالنسبة لي عارف انه هو الشغل كمدرب انا دلوقتي بكلم من ناحية انا مدير فني مفيش مدير فني عنده شغل وتاكتك وشغل كويس او بيعمله هيجي من يوم وليله واسبوع او شهر انت محتاج على الالي ثلاث شهور تشتغل معشان يحفظه الشغل اللي انت عايزه لو انت عندك فكرة بتطبقه مستحيل تقولي من شهر ولا من اسبوعين ثلاثة الناس هتفهم وعايزين وبعدين الراجل دوت لما يجي في الأول هو نفسه لازم يشوف الناس خلاص هو عارف ان الأمور كانت الزمالك ما عندوش اي حاجة يعني يبكى عليها فكان بيجرب عمالي يجرب لغاية ما وصل هو الشايف اللي هو بينفز ايه وبيشتغل ايه ونفس ما قلت انت عن كولر دلوقتي بنتكلم عن اسوري من شهرين كلمت عنه النهاردة في ظروف مختلفة خالص ان الراجل ناسه اللي بتشكر فيه النهاردة وبتتكلم عن تطور الأداء اللعيبة الفردي في ناس ظهرت بشكلك سيء جدا الفترة الفتد بقت كويسة معاه ده معنا ان الراجل شغال كويس وبيطور اللعيبة اللي معاه فهنا بيبان فعلا لمسات المدرب اي فريق محترم لمسة المدرب بيبان عليه مش بس ان هو بينزل وخلاص الفريق بيقدي وبعدين يلعب بشكل النهاردة كويس قوي تلاقي مورال اللي بعديها سيء وبعد كده بشكل عشوائي لكن فيه استمرارية في الشغل الناس حفظة بتعمليه الناس بتشتغل ازاي هو عارف هو بيعملي كويس قوي وزي ما قلت خد وقت معاهم شوية فلو قعد مدة أطول واتوفر له امكانياته تجيب له لعيبة على مستوى عالي كمان ويبقى فيه استقرار مادي للعيبة اللي موجودة والكبروفيشنال بلايرس وياخدوا قدهم مستحقتهم مفيش مشاكل إدارية برا تفرج على الزمالك بتفرق قدقيه انه اللعيبة بتبقاش بتاخد مستحقت عشان احيانا كابتان حسين الجماهير ما بتاخدش بالها من القصة دي يبقى متخيلة ايه انه كانت حسين بيلعب في الزمالك فهو مجادل هو لابس شيرت الزمالك هينزل يموت نفسه حتى لو لي مثلا سنة مستحقات بتفرق قدقيه في اللعبين وشغلك حتى انت كمدرب معاهم بتتعامل معهم بتفرق كتير ان انت اللعيبة عنده يعني اللعيب ده بني آدم لاعب كرة القدم وبرضه بيتنفس وبيأكل وبيشرب مش آلة وعنده أسرة عنده حياة برا الكرة فهو محتاج كمان لان ده دخله وآكله عندهش شغلة تاني فلما هو بيجي يتمرن كل يوم وبيأدي العليم ويجي في آخر الشهر علي التزامات ومش قادر يدفعها بيبدأ يفكر بره الملعب خلاص خرج بره أنا هستدل ديوني ازاي أنا هستدل تزامات ازاي بيبدأ في مشاكل في دماغه فما بتقدرش بعد كده تطلب منه كمدرب ان انت كمان يجي لكل يوم نفسيا مش تمام فالنادي لما بتحجز على الأموال بتاعته ويحسن المشاكل والنادي مش قادر يدفع للعيبة وبيحسن فالجو ده نفسه بيخلق لك مشاكل قردي بتبقى انت مش عارف اللي هي بجاي مركز معاك النهاردة في التمرين بنسبة 200% ولا عنده مشاكل بره بتحلاله انت بتبدأ كمدرب من ناحية الإنسانية عايز تساعد تبتيجي تطلب من الإدارة ان هي تصلح الأمور دي بتبدأ تاخد مجهود في حاجة تانية خالص لكن تخيل كل دوة متوفر لك هيفرق كتير هتركز وهتبدأ تشوف هتبدأ تفكر في الشور الفني اللي في الملعب بعيدة عن الأمور الإدارية بالضبط فالأمور دي طبعا مهمة في كورة الخدق